بيعة الغدير العلوية وهذا الكلام صحيح لكننا إذا أردنا أن نراعي الدقة في المصطلحات والعناوين فإن بيعة الغدير محمدية قبل أن تكون علوية ولذا فإنني قد أوردتها بحسب مذاق العترة الطاهرة أوردتها في شؤون النبوة الخاتمة الشأن الرابع من شؤون النبوة الخاتمة بيعة الغدير المحمدية وهذا ما يؤذي النواصب أكثر لأن النواصب يريدون أن يبعدوا عنوان بيعة الغدير عن محمد صلى الله عليه وآله ويحاولون إلصاقه بعلي فقط كي يجعل القضية ترتبط بالشيعة دون غيرهم لأجل إنكارها ولأجل التشكيك فيها بينما واقع القرآن المفسر بتفسير محمد وآل محمد وواقع خطبة الغدير أيضا التي تحدثنا عن مضمون بيعة الغدير وما جرى على أرض الواقع في غديرهم كل تلك التفاصيل وتلك المعطيات تخبرنا أن البيعة محمدية بالدرجة الأولى فبيعة الغدير بيعة محمدية بالأصالة من هنا جاء العنوان نحن نتحدث في أجواء العقيدة السليمة لابد أن تكون عقيدتنا صافية وواضحة وأن نصف الأمور بأدق الأوصاف وأن نضع النقاط بشكل دقيق على حروف عقيدتنا كي تكون مميزة ومشخصة وبينة وجلية فبيعة الغدير بيعة محمدية هذه البيعة لن تصدق ولن تتحقق في واقعنا العقائدي الديني ما لم نعي مضمونها مع احترامي لكم لعامة الشيعة فإن بيعتكم بيعة السفهاء لأنكم لا تعرفون مضمون العقد الذي وقعتم عليه لو أن أحد أبنائكم وقع على عقد وفيه ما فيه من تحمل المشؤولية ودفع الغرامات المالية إذا ما أخل بالعقد وقع على العقد من دون أن يقرأه ألا تصفونه بأنه مخبول بأنه معتوه بأنه سفيه ما أنتم فعلتم ذلك بأنفسكم وفي أعظم عقد في حياتكم كلها إنه عقد بيعة الغدير بايعتم عليه وأنتم لا تعرفون مضمونه فبيعتكم مع احترامي لكم جميعا أنتم يا أصحاب المقامات السياسية وأنتم يا شيوخ العشائر ويا أصحاب المقامات المجتمعية المحترمة وأنتم يا أيها المثقفون ويا أيها الأدباء والشعراء لقد بايعتم بيعة السفهاء وتبعتم مراجع النجفي الذين بايعوا بيعة الخائنين لقد خانوا بيعة الغدير صاحب الأمر هو الذي يقول لهم مذجنح كثير منكم إنه يتحدث عن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فهؤلاء خائنون وأنتم سفهاء مع احترامي للجميع مع تمنياتي الصادقة وتحياتي الحارة لوجوهكم الكريمة فما الذي أصنع وهذا هو الواقع الذي نحن عليه أبائي كانوا كذلك وأجدادي كانوا كذلك وأنا كنت كذلك فنحن بايعنا بيعة الحمير لأن مراجع طائفة الأجلة اتخذونا حميرا وهم خونة هم خانوا بيعة الغدير كتب تفسيرهم كتب عقائدهم رسائلهم العملية كلها تشهد بخيانتهم لبيعة الغدير لا أخذوا التفسير ولا أخذوا الفقه ولا أخذوا الاستنباط ولا أخذوا أصول الفهم من علي وآل علي ركضوا إلى النواصب سود الله وجوههم مثل ما سودوا وجوهنا بين يدي أمير المؤمنين فمع احترامي لحضراتكم أنتم سفهاء وبايعتم بيعة السفهاء وبيعة الحمير أتحدث عن البشر الحمير هكذا بايعتم كل ما عندكم في عيد الغدير هذا إذا أردتم أن تقدموا خدمة في عيد الغدير أن تقدموا طعاما أن تقدموا حلويات أن تجلبوا خطيبا ناقضا لبيعة الغدير يحدثكم عن بيعة الغدير هو الآخر حمار وسفي وكما تقول أمثال العربي بال حمار فبالت أحمرة هو الآخر حمار وسفي ناقض لبيعة الغدير ويمجد لكم المرجعية الخائنة الناقضة لبيعة الغدير وتكتبون في يافطاتكم مثل ما يكتب المراجع في بياناتهم تهنئون الأمة الإسلامية ما هي الأمة الإسلامية هي التي نقضت بيعة الغدير وهي التي عقدت سقيفة بني ساعدة وهي التي قتلت فاطمة على مذبح بيعة الغدير وهي وهي فلماذا تهنئونها ببيعة الغدير وهي لا تعتقد ببيعة الغدير أية سفاهة عندكم وأية حماقة عند مراجعكم هؤلاء الخونة في النجار وأية سفاهة عند مؤسساتنا الإعلامية وعند حسينياتنا تكتبون على اليافطات وعلى شريط الأخبار في القنوات الشعية نهنئ الأمة الإسلامية جمعا من طيح الله أحظكم أحظ الأمة الإسلامية جمعا ما هي هذه الأمة هي التي نقضت بيعة الغدير وهي أمة ملعونة بنفس الكلام الذي أنتم ترددونه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الذي يعاديه الله فإنه ملعون وانصر من نصر واخذل من خذله هذه الأمة والت علي نهنئ المسلمين في كل أنحاء العالم الأمة الإسلامية جمعا ونهنئ مراجعنا العظام ما هم هؤلاء الذين نقضوا بيعة الغدير وصاحب الأمر يقول عنهم نبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما ذلي أنتم بشر بقار من يا صنف أنتم تهنئون الأمة الإسلامية التي قتلت علي والتي أنكرت بيعة الغدير إلى يومنا هذا ويعدون الاحتفال بعيد الغدير بدعة وأنتم تهنئونهم في عيد الغدير ولك بشر أنتم بقار ما هذا الذي تفعلونه في حسينياتكم ومساجدكم ومراكزكم الدينية وعلى شريط الأخبار في الفضائيات وعلى منصات احتفالاتكم وفي بيانات مراجعكم ماذا أقول لكم تهنئون الأمة الناكرة لبيعة الغدير وتهنئون المراجع الناقضين لبيعة الغدير وبعد ذلك تهنئون صحب الزمان تهنئونه ببيعة أنتم تنقضونها لأنكم بايعتم بيعة السفهاء فأية بيعة هذه التي تهنئون بها صاحب الأمر وأنتم ناقضون للبيعة وأنتم بايعتم بيعة السفهاء وبيعة الحمير لا تعرفون مضمون البيعة هذا هو واقعنا هل ما قلته ليس مطابقا للواقع أم هذا هو الذي جرى علي وعليكم ما نحن بايعنا جميعا بايعنا باعة الحمير باعة السفهاء بفضل هؤلاء الخونة في سقيفة بني نجف هذا هو الذي جرى علي وعليكم وجرى على آبائنا ومضوا إلى ربهم ببيعة السفهاء ببيعة سفيه يتابعون الخائنين من مراجع الشيعة الناقضين لبيعة الغدير ماذا أريد أن أقول لكم أكثر من ذلك هذا هو واقعنا السيء نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر